حلقة جديدة وخمس فرص جداد للفوز من حلواني النص التاني سؤال حيظهر في الحلقة ومطلوب إجابته في التعليقات بعد الاشتراك في قناة فيلم جامد ومتابعة صفحة حلواني النص التاني على فيسبوك وإنستجرام لازم المشاركة تكون من داخل مصر ولازم تحديد المحافظة في التعليق وبعد يومين يريد نبص تاني على إجابتنا عشان الفائزين حيتم إبلاغهم برد من القناة على تعليقهم الجيز عبارة عن صندوق جواة 13 هدية مقدمة من حلواني النص التاني حض سعيد للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الستاشر من الموسم الرابع من برنامج رمضان وأشياء اللي بنتكلم فيه عن مسلسلات رمضان لعام عشرين عشرين واللي بنقدمه لحضراتكم السنة دي برعاية حلواني النص التاني الحلقات بتاعتنا محملة بحرق الأحداث والنهاردة هنتكلم عن الأحداث الكاملة وحلقات النهاية والحلقة الأخيرة من مسلسل البرنس فبناعا عليه لو في حد لسه ما خلصش مسلسل البرنس أفضل يقفل الحلقة دي دلوقتي ويبقى يرجع لها لما يشوف المسلسل ويخلصه تماما الحلقات بتاعتنا في شكل خطاب مرسل بدون نص معظم وسبقا وبنتقابل كل يوم بالليل في الأيام اللي فيها حلقات على البث بتاعنا على نيمو اللينك بتاعة تحت في الدسكريبشن تقدروا تنضموله في أي وقت لو عاوزين تتناقشوا في المراجعة داية أو في أي حاجة تخص المسلسل الحلقة داية استثناءا هيبقى فيها خمس جوائز مش جايزتين بس مقدمة للناس اللي هتشترك في المسابقة فما تنسوش تتركوا إجابة على السؤال اللي حيظهر في لحظة ما من الحلقة داية مع تحديد المحافظة اللي حضراتكم سكنين فيها بعد الاشتراك في قناة فيلم جامد على يوتيوب وفي صفحة حلواني النص التاني على فيسبوك وإنستجرام مسلسل البرينس من بطولة محمد رمضان أحمد زاهر أدورد روجينة محمد علاء نور أحمد داشريم سامي دوني عبدالعزيز السيناريو والحوار والقصة والإخراج لمحمد سامي إحنا آخر مرة تكلمنا كنا نتكلمنا لغاية الحلقة 23 فإحنا المرة دي هنتكلم في الحلقة من 24 ل30 لغاية النهاية يعني والحلقات دي هي اللي فيها كان سباء ما بين رضوان وما بين إخواته على مين فيهم اللي حينجح في أنه يلاقي مريم أولا ورمضان وردوان بينجح في أنه هو يلاقي البنت أولا ولكن بتواجهه مشكلة في أن البنت مش فاكرة ومش عاوزة تسيب العيلة الجديدة بتاعة القصة محمود اللي هي عايشة معها وده بيسبب مشكلة نفسية صغيرة لردوان لغاية لما بيتقبل الوضع وبيعرف أنه هيبقى فيه فترة تعاود لغاية لما البنت تقبله مرة أخرى وبيبدأ في الانتقام بتاعه واللي بيتنفذ عن طريق احتجاز رقفة توقيع فتحي في فدوى وياسر ففتحي بيقتل فدوى وبيقتل ياسر بينما ردوان بيصوره وبيهدده بعد كده بياخد منه حقه ماديا وبيسلمه للشرطة اللي بينتهي بيها الأمر بإعدامه وعبير بتنال عقاب قدري بموت بنتها الصغيرة وفي الآخر ردوان وعلا بيتجوزوا وحمادة واتصور نسمها نورة صح نورة برضو يا فيه نورات كتير عندنا في رمضان السنة دي بيتجوزوا والحياة بتبقى جميلة والكلام ده كل أنا في الحلقة الأخيرة اللي تكلمت فيها عن مسلسل البرينس وضحت رأيي في أن المسلسل قدامه تحدي كبير في الكام حلقة الأخيرة أنه يقفل أحداثه بما يتناسب مع عناصر الصدمة والحزن والغضب اللي تسبب فيها للمشاهدين وأنا مش قصدي هنا ده بشكل سلبي أنا بقول أن من عوامل نجاح المسلسل على المستوى الجماهيري وخلونا دايما نفاكرين أن احنا بنتكلم عن مسلسل جماهيري الأمور الفنية مش كنت عايزة أقول مش همه الأول ولكن هي الحقيقة مش في اعتباره إطلاقا يعني هي مش موضوعه خالص يعني احنا بنتكلم عن مسلسل جماهيري عاوز يفضل آآ نمبر ون عاوز يبقى رقم واحد في الترند في النقاشات في السوشال ميديا في الصدمة في الأمور دي كلها والتحدي الكبير اللي كان عنده بالنسبة اللي زي كده اللي جاي يراجع أو اللي جاي يتكلم أو اللي جاي ينقض يعني أنه هو في في نفس الوقت لما يقدم دراما يقدم دراما وقف على حلها والحقيقة هو عمل أكتر من كده شوية هو قدم دراما كويسة جدا 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 مليانة شخصيات غنية فيها قدر معقول جدا ومقبول جدا من العمق ومن التوغل ومن التناقضات ومن التضاربات ونتج عنها أداءات تمثيلية متيرة للاهتمام وملفتة للأنظار وللانتباه وكل دي أمور كويسة جدا ولكن وهو بيخلق لحظات الصدمة اللي احنا اتكلمنا عليها اللي اهلته للمكانة اللي احنا اتكلمنا عليها اغضب المشاهد المشاهد غضب على بعض الشخصيات وعلى بعض الاحداث وحزنه وتصدم وحاجات زي كده فبناءا عليه وهو بيقفل احداثه كان مطلوب منه انه زي ما قلت كده يدفع الشيكات اللي هو كتبها على نفسه دي ودرجة نجاح المسلسل في ده الحقيقة مثيرة شوية للاخبطة وانا قبل ما اتفلسف وانا لازم اتفلسف فقبل ما اتفلسف خلوني بس اقول لا درجة نجاح المسلسل في اللي انا كنت خايف عليه منه مرتفعة جدا مرتفعة جدا بدون اي ادنى مجل الشك طبيعة الانتقام طريقة الانتقام نتيجة الانتقام كلهم كويسين جدا في همش اي مشكلة المشكلة في شيء رئيسي اعتقد انه هو تاهم بين السطور وبعدين شط تماما في اخر ثواني الحلقة الاخيرة ده هنا انا بتكلم عن طبيعة الانتقام اوكي طريقة الانتقام جيدة جدا لما تقرأها على ورقة لما احكيها لك تيجي تشوفها تلاقي فيها عيوب تلاقي فيها مشاكل في التنفيذ نتيجة الانتقام كويسة الى حد كبير جدا معا ده حاجة واحدة يعني شق واحد بس في نتيجة الانتقام هنتكلم عليه لما نوصل في الاخر اول حاجة طبيعة الانتقام طبيعة الانتقام رضوان اختار الطريق اللي ما يوديهوش في ده هنا على عكس ما هو شخصيا كان عمال يقول وهو صمم على ده بطريقة جيدة جدا على المستوى الحواري وعلى المستوى الدرامي زي بالزبط لما كانت عولة بتزوره في السجن وبتقول له طب ما تزاكر ما تاخد شهادة ما تبني لنفسك المستقبل لما تطلع من السجن وهو كان واضح وده كان سطر جامد جدا على فكرة يعني قال لها مفيش منه فايدة انا حاطلع من السجن حابة صغيرة وهرجع له تاني يعني هو خلاص وده اتكرر كتير قوي بصيغ مختلفة طوال احداث المسلسة يعني من ان رضوان من ساعة لما امراته وابنه مات وهو بالعقلية الشعبية الانتقامية العنيفة مش هيقبل بأقل من انه يقتل كل اخواته ويرروح هو في دهيا ده مش في دماغه ومش فارق معاه تماما وعلى توسلت لي اكتر من مرة بكارتين مهمين جدا الكارت الاول هو بنته اللي المفروض يعوز يعيش عشانها والكارت التاني هو حبها لي وفرصة انهما يستمروا مع بعض ايه هي طبيعة الانتقام زي ما بقول كده طبيعة الانتقام كان فيها قدر من الزكاء هو لعب لعبة زكاء نتج عنها انه فعلا ياخد حقه وفعلا يشوف اخواته هو بيتم التنكيل بيهم بدون ما هو شخصيا يتضر في الحتة دي انا كنت كنت شايف او كنت حاسس ان المسلسل محتاج يبرز ده شويتين يبرز فكرة ان الحكمة الرئيسية من المسلسل وفي دراسة شخصية ردوان البرينس انه في النهاية اختار الحياة اختار الحب اختار المستقبل اختار بنته لفظ الافكار السوداء اللي كانت موجودة في دماغه واختار الافضل والانسب لكل الناس اللي حواليه اتعلم يبص للمستقبل ويأمل فيه سواء لنفسه او لغيره لانه كمان قبل يرفع حكم الاعدام الاجتماعي اللي هو كان اصدره تجاه حمادة ويقبل ان هو يتجوز اخته ان هما يكملوا حياتهم مع بعض فبناعا علي انا مش بتكلم على حاجة انا تخيلتها او تصورتها ده المسلسل دلل عليها في كتير من مشاهده وفي كتير من قراراته لذلك انا حاسس ان المسلسل كان عاوز كده السيناريو كان عاوز كده ولكن في حاجة وقفت في الطريق ايه هي بقى الحاجة اللي وقفت في الطريق دي عاوزني اراهن رهن في الضلمة كده ما حتى لو حيديق حد يعني انا اعتقد ان محمد رمضان لان اللحظات الاخيرة زي ما بقول من الحلقة الاخيرة اللي كانت في الفرح وبعدين رمضان قرر ان هو ياخد خطوطين لقدام ويتأمل اه في الهورايزن ويعمل لنا بتاعه بتاع الانتنسيتي اللي ما عرفش ما العديد ويطلق خطبة مش فاهم ايه لازمتها خالص ليه نخطب ما احنا كنا ماشيين كويس وكل حاجة بتتقال من خلال الدراما والحياة سلكة اه في شوية لحظات ميلو دراماية شوية حاجات مش عجباني شوية حاجات عجباني ما عرفش مين بس سلكنا وصلنا للحلقة التلاتين يا رجل عاوزين نقوم ناكل الكحك وخلاص لا لازم يخطب وقال خطبة من اعجب ما يمكن لخص حكمة المسلسل في انك يا صاحبي ما تسيبش حقك في انك لازم مهما طال الزمن تنتقم وتاخد حقك ده المورل بتاع الخطبة اللي هو قالها مش ان احنا هو اولا لو تسألني انا مش عايز خطب انا مش عايز خطب انا بتفرج على دراما ما بتفرجش على درس مش عاوز الخلاصة مش عاوز الدروس المستفادة من المسلسة لانا مش موضوعي فمش عايز خطبة خالص مع ذلك لو يا سيدي حاضر انت بترفق بينا عشان احنا عقولنا تعبانا ومش هنفهم الكلام الكبير اللي انتو بتقولوه دي بتقولوه ده وخلاص اصلا الصيام مع الكحك مع الشاي جابولنا حل تبيس في مخنا فمش هنلقط اللي انتو بتقولوه اللي انتو قصدوه اللي هو على سحابة تانية على مستوى اخر من الزكاء مخنا المتواضع ما يقدرش عليه فلازم نخطب تقول خطبة تديني احساس ان يا اما انا كنت فاهم المسلسل غلط يا اما انت كنت فاهم المسلسل غلط مفيش حل في النص ناخد حقنا ننتقم هو ده الموضوع يا اخي حتى واحنا بنتكلم في القواعد الطبيعية بتاعت الدرامات المصرية طب والدولة طب والقانون ده انا جاي بصناية بس بوسة ده انا وديكم في ستين داية فمش عايز مش عايز امسك في النقطة دي فترة اطول من اللازم واعول عليها اكتر من اللازم لان زي ما بنقول دي اخر كم سانية في المسلسل وهو بصراحة وهو بيعمل اللحظة بتاعته ده تكون تأتمنى حد من اخواته يجي من وراء يسرق موبايل ويوديه في ده يا يعمل اي حاجة في الدنيا عشان نحرم الحركة دي بس فبنقول سواني يعني انا بقول ان لو فعلا محمد رمضان هو اللي كان شايف ده وقرر ان هو لازم يكون موجود جوة المسلسل فانا لو ما كان مخرج هقول باشا بقول لك ايه كاميرتك تصويرك ممثلينك قول اللي انت عاوزوا انا خلصت المسلسل ده انا باي باي اعمل اللي انت عاوزوا انا عايز اخلص ففي الحتة دي انا مش عاوز اديها اكتر من وزنها انا بس عاوز اتحفز على المقطة دي بتاعت ان في مورل في رسالة في حكمة في موضوع في حاجة زريفة اتقلت جوه المسلسل ده حاجة ايجابية ومش رخيصة وجميلة ومبنية دراميا كويس ليه نيجي في اخر لحظة وندرابها طلق في دماغها مش عارف حقيقي مش فاهم يعني طريقة الانتقام طبيعة الانتقام اتفقنا عليها طريقة الانتقام فيها مشاكل اخراجية على مستوى التنفيذ طبعا توجت بالمشاهد العجيبة اللي كان رضوان طالع فيها من الشباك بيصور بالفيديو وبعدين رح واقف فيها على العوامة من النحية التانية وصور بالفيديو جريمتين القتل وبعدين غالبا بعد ما صور الحاجتين دول راح اقعد على قهوة طلب حاجة حلوة كده كوبايت شاي ولا بتاع وراح جايب برنامج مونتاج زريف وراح ممنتج اللقطة اللي هو صور حاجات كتير قوي وبعدين وهو بيهدد آآ فتحي في الاخر اداله مونتاج جاب له الخلاصة هو منتج الموضوع ممكن يكون ركب ايموديز عمل حلوة ما بين اللقطة دي واللقطة دي مسلا في داوت آآ حاجة زي كده يعني وبعدين فرجوا فطبعا فكرة اللقطات اللي هو صورها ديت كان فيه طرق الطف من كده كان فيه طرق اسكة من كده كان فيه حاجات قصيعة من كده شوية تتصدق شوية حبتين ما تديش فرصة الواحد رخم زي يطلع يقول نكتتين رخمين زي اللي انا قلتهم دول والحياة تسلك فعلى مستوى التنفيذ كان عندي ازمة شوية مع الحصل بس برجع واقول يمكن استبدالها يعني انا في مخي احب ان انا استبدل المشهدين دول بحاجات افضل شويتين آآ مثلا ان هو لما اخترق بيت فتحي ساعة لما كان بيحط له الجسة بتاعة دياب اللي هو رجل اللي كان رايح يقتله زرع كاميرا ولا اتنين في المكان بجملة يعني اهو ده قلطف شوية من فكرة ان هو كان واقف في العمارة التانية بيصورهم بالموبايل يعني احد صيع كان بيعمل الكلام ده كان مبلغ البوليس ودخلوا في اللحزة المناسبة كلها حاجات رخيصة ما بقولش ان فيها حاجات غالية كويسة متكلفة يعني الدرون الدرون اللي كان مغلبنا العمل يلف في السماء من اول المسلسل ده طب ما كنا نعمل زوم اين منه على الشباق؟ موقع علينا حبط 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 مش محتاجين تستحملوني اكثر من كده المهم ان الفرصة الفكرة وصلت اعتقد يعني ان الفكرة وصلت وان الحياة مشيت تماما قوي نتيجة الانتقام آآ رقفة مسجون ما هارفش يعني اه هو ليل دلوقتي بعد ما بدأ حياته الجديدة وبقى خلاص زوج آآ وقب البنت عاوزة تتعود عليه مرة اخرى وحمدت جوز بنته وغالبا بيتفسحه في اماكن لطيف وبيبنوا بيزنس وكل يومين تلاتة بالليل بيروح لرقفة يأكله ويسيبه محبوس يعني حاجة كده صورتها الزهنية بالنسبة لي مزعجة شويتين بالنسبة لشخصية ردوان في البروفايل بتاعها بعد ما انتهى موضوعها والدنيا خلصت يعني آآ فتحي اتعدم المشهد بتاع ضرب فتحي حلو عجبني بصراحة كان كان برضو محتاج على الاية كمان موضوع ما كانش يسلك من غير كده فدوة ماتت ياسر مات ما عنديش اي مشكلة عبير بنتها تاعية وتموت ده عشان ربنا هطبان علينا يعني مش عارف طب ليه مثلا برضو في حتة زي دي ما كناش نعمل ان حد فيهم كان قصده يسم حد وبعدين البنت اللي قالت البتاع بالغلط فجالها تسمم فماتت او كلام زي ده مش الفكرة فكرة ان هو تزامنا مع اللي حصل ده كله البنت عيت وماتت مش عارف يعني ده الشق اللي في نتيجة الانتقام هو وفكرة احتجاز رقفة اللي انا شخصيا مش بلعهم قوي مش عاوز اخلي الحلقة دي بنتكلم فيها اكتر عن السلبيات لان بمنتهى الامانة انا مقتنع ان ايجابيات المسلسل حتى وصولا للحلقات الاخيرة ونجاحه في ان هو يقدم شيء شافي ووافي ويتناسب مع حجم الغضب وحجم البناء اللي حصل في الاحداث انا شايف ان ده الافضل وشايف ان ده الاهم ففكرة ان في شوية سلبيات في الاخر على مستوى التنفيذ على مستوى الفلسفة على مستوى ان احنا لازم نخطب في الاخر ولازم نقف نبرق في الكاميرا ولازم الكلام ده كله مش عاوز ياخد اكتر من حق وخصوصا كمان وان الحلقات الاخيرة شاهدت خط درامي في رأيي انا من افضل ما تم تقديمه في رمضان كله وهو الخط بتاع مريم جماعة المسلسل ده لو كان كسلان كان ممكن يخلي الموضوع بتاعه كله على بعض وهو مريم وخلصنا على كده فكرة البنت اللي اتحرمت من ابوها اللي اخواتوا استخدموها ككارت التهديد وبعدين رموها في الشارع وبعدين في رجل طيب خدها ورباها وبعدين ارتبط بيها جدا لدرجة انه مبقاش قادر يسيبها مهما كان حاسس بالتقلم تجاه ابوها الحقيقي وبعدين ابوها بيلاقيها وابوها بيرفق بالناس دول وبيقرر ان هو يصبر على البنت ما بياخدش عنيف معها ده كلام محترم قوي ده مسلسل ده ده احنا احنا اللي شوفنا مسلسل البرينس عارفين ان ده خط درامي داخل احداث المسلسل انا بقول لحضراتكم ده مسلسل ده ده دول 30 حلقة يعني لو في حد عاوز ياخد الحدوتة دي يعمل منها 30 حلقة يتعمل منها 30 حلقة من غير مشاكل من غير ما يبقى فيه قزمة كبيرة يعني فان هو تقدم بالشكل ده وتقدم بدون تطويل بدون بهدلة بدون حمقة رغم ان المسلسل شاهد حاجات كتير كان فيها حمقة بدون ميلودراما مبالغ فيها رغم ان المسلسل شاهد حاجات كتير كان فيها ميلودراما مبالغ فيها وان كل اللي بقوله ده تقريبا يتلم في اخر خمس ست حلقات برافو انا حقيقي مقتنع بالكلام ده وده بيؤكد على رؤيتي الاخيرة او نظرتي الاخيرة للمسلسل الشعبي خلونا نفتكر دايما النقطة دي صاحب اقل القليل من محاولات الابداع الفنية والتقنية رغم انه هو على المستوى التنفيذي يعتبر في تأديري من افضل من عملوا مشاهد الاكشن في الشهر ده ممكن يكون تكة اكتر من اللازم على الميلودراما بتاعت الشخصيات بس في الاخر الكلام دوت مراحش هضر ما سفهش من اي شخصية ما خليهاش رخيصة اكتر من اللازم بالعكس كلهم ليهم عندنا رصيد سواء بالسلبة او بالاجاب وعلى عددهم الكبير اوي فده شيء محترم جدا المسلسل يعتبر خطوة مش بعيدة اوي عن اللي محمد رمضان متعود عليه ولكن في تفاصيله مقبول جدا اللي هو عمله تخليه عن الكاميرا لفترة طويلة جدا لصالح الاخرين التقليل من التأملات داخل عمق شخصياته هو شخصيا على لصالح الاخرين كل ده امور كويسة جدا الرسالة اللي تاهت انا متمسك بالله انا فهمته وخلاص انا مقتنع بكده وزي الفل الشخصيات الثرية الغريبة اللي تم تقديمها نتج عنها اعادة اكتشاف زاهر اعادة اكتشاف روجينة بكل تأكيد اللي تعتبر من اهم اكتشافات الشهر كله واعتمنى ان استديها فرصة لان فدوة اللي اتعامل في فدوة ده ما كانش عادي دي شخصية من من اعجب وامتع الشخصيات في تاريخ المسلسلات الرمضانية في تأدير الشخصية القدرة المسلسل على انه يصدم المشاهد وعلى انه يثير الجدل قدرة المسلسل على انه في النهاية يلم الخطوط بتاعته كلها سواء اللم ده كان بطريقة مرضية او غير مرضية ومع الوضع في الاعتبار ان التقنيات في بعض القرارات في الحلقة الاخيرة بالتحديد ما كانتش موافقة بنسبة مية في المية لو ضربنا كل الكلام ده في الخلاط يطلع تقييمي للمسلسل سبعة ونص من عشرة كتير من الاعتبارات ديت او كتير من الاعتبارات اللي خلتني اوصل للتقييم ده فيها ان كتير من افكارنا مش اصلية ان موضوع المسلسل كله على بعضه لو حد حكال واحد وهم ركبين مواصلة ولا قاعدين في القهوة وبتركبوش مواصلات وبتعودوش قهاوي انا مش قصدي اعمل كده عشان الكورونا طبعا يعني المهم يعني انا لو في كنين بيحكوها البعض غالبا الشخص التاني ده مش هيتشجع انه يشوف المسلسل لان الفكرة ما فيهاش كتير يجذبك ده مش مسلسل يتباع بكلمتين يا جماعة ده محتاج حد يديله فرصة بجد يقعد يتفرج عليه عشان يبتدي يلقط العوامل اللي خلتنا فعلا نقول عليه المسلسل حلو وواقع انه مسلسل زي ما بقول كده مجرد من الابداعات الفنية والتقنية ولكن في النهاية انا بهني اسرة المسلسل على المنتج ده واعتقد ان كتير من اللي شاهدوا المسلسل ممكن يتفقوا معي ان احنا قضينا معايا رحلة ما كانتش مملة معانيتش كتير من التكرار معانيتش كتير من المط وقدمت لنا حاجات كتير قوي ننبسط بيها خلال التلاتين حلقة ده تقييم المسلسل كده في اللي يفضل لنا حلقة واحدة بس وهي حلقة مسلسل الفتوة وهتبقى اخر حلقة في الموسم الرابع من برنامج رمضان واشياء يا ريت متنسوش تشتركوا في المسابقة في التعليقات وتقولوا لي رأيكم في المسادسة في التعليقات الف شكر لحضراتكم على المشاهدة يا ريت تعملوا شارووا لايك للحلقة لو عجباتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول وتابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو بوديو وباي باي